تحت رعاية سمو الشيخ فاطمة بن تنبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الفخرية لأكاديمية الشيخ زايد الخاصة نظمت الأكاديمية حفلة تخريج للدفعة العشرين من طالبات الصف الثاني عشر وحفلة تخريج للدفعة الثالثة من طلابها للعام الدراسي 2022-2023 شهد حفلة تخريج طلاب أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين الذي أقيم بمقار الأكاديمية في أبوظبي سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آلنهيان رئيس المكتب الوطني للإعلام والشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آلنهيان وقالت سمو الشيخ فاطمة بن تنبارك في كلمة ألقاها الخريج عبد الله أبو بكر عبد القادر الهاشمي والخريجة فاطمة محمد عبيد بوعلي بالنيابة عن سموها وجهتها للخريجين في حفلي تخرج الطلاب والطالبات يسعدني الاحتفال بتخريج طلبة أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للالتحاق بمرحلة تعليمية مهمة في حياتهم المستقبلية ترجمة نانسي قنقر